جميل جدا طبعا احنا خايفين على حياة الناس وده طبيعي جدا ان المرض طبعا انتشر بشكل كبير جدا فده خوف وحرص يعني واحنا بنوصر رسالة من يونس البكرة اذا كان فيه ماتش كبير الناس بتتابعه كويسة اوي فالخوف على الصحة طبعا اهم ودي حاجة كويسة جدا يعني نشكر عليها الدولة واهتمام الدولة بانهم خايفين عن المواطني فدي حاجة كويسة جدا وان شاء الله الماتش يعد على خير بمناسبة الماتش يعني واللي يكسب نوله مبروك واللي يقصل نوله هارض لك يعني طبعا وعاوزين شعر الجميع بكرة يبقى مصر فوق الجميع دي حاجة كويسة جدا حدث كبير جدا رياضي ما شاء الله ما اتكررش ابدا ابدا وتهالي قديره فترة وممكن بعد يعني ما اتكررش إلا بعد فترة كبيرة جدا فانا استثمر الحدث ذا كويسة اول للبلد ان شاء الله وللمواطن وللرياضة وللصناعة والأهداف الكويسة بإذن الله تعالى وان شاء الله الماتش عد على خير واليوم عد على خير ويبقى كويس بإذن الله تعالى ان شاء الله فكرة مسألة اليوم يعدي على خير انا عايزة اسأل كابتن عبدالحليم لانه لانه غلطان انه في شحن غير مسبوك بخصوص الماتش ده هل درجة الحرارة مش عالية زيادة عن نزوم؟ يعني هو درجة الحرارة هنا للحياة اللي ذكرته في البداية ان الماتش ده لأول مرة في التاريخ يحصل يعني فهنا الشد ده جاي من الجزئية دي ان احنا اول مرة في تاريخنا في تاريخ الكورة المصرية انك انت يتقابلوا فرقين مصريين في النهاية وهنا هي دي من وجهة نظر الشد والجزل في المنطقة دي نهاية بطولة أفريقية بتقاهل الكاس على المندية اول مرة في تاريخنا انما هي مباراة هتفضل للكمة زي مالك وآله او اهلي وزي مالك على مدار التاريخ وماتش هيعدي ونتمنى طبعا بعد كده تكون كل النهايات فرقة مصرية وهتيجي ماتشارك كتيرة فهي مباراة زي ما الكابتل الربيع عال عايزين تخرج المباراة دي يعني ما احترامي للجميع هي مباراة باسم مصر رقم واحد في المقام الاول النهاردة انت بتقول للعالم كله دي مباراة نهاية بطولة أفريقية بتتلاقي في أرض مصر النهائي مصر خالص فاحنا نقول هنا ان احنا كل يكون على قدر المسؤولية أعلام وأجهزة ولعيبة ونطلع صورة جيدة للعالم كله انها تيجى والتوفيق وعدم التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى ان نتمنى مباراة تخرج تليب اسم الدين الكبار انما هي الشد والجذب ان نتمنى نكون احنا لغاية بكرة ان شاء الله كده ان نهدي الأجواء ونكون رسالة بتاعتنا للعيبة والأجهزة المباراة تخرج بالشكل كويس انا شايف بس والتأثير كلهم دي اول مرة في التاريخ تبقى مباراة ما بين الزمالك والأهلاء والأهل والزمالك مينة لئب